التحق بنا زميل صحفي يدرس بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار شاب فلسطيني مقيم بتونس محمد الشافعي أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بمستمعين الكرام للناس يعيشك أقرب لي شوية للميكروفون بيش ناسمعك جيدا محمد بعد شوية مع أميل بيش نرجعوا لوضع الصحفيين في القطاع في لبنان في برشا بلايس لحقيقة تم اغتيال عدد منهم فما جرحة فما استهداف للأعلام والصحفين اليوم ولكن خليني قبل لذلك نتعرف عليك محمد قدش عندك تعيش في تونس انتي أنا عندي في تونس خمس سنين تقريبا من 2019 جيت في تونس منين من فلسطين من قطاع غز من قطاع غزة غزة يعني صحيح السؤال اللي يفرض روحه وانتي في تونس وتتابع ما يحدث في غزة اليوم مش نسلك على أحساسك مش نسلك كيفش كيفش عايش والله هو إحساس تعب طبعا علي وعلى جميع زملاء الفلسطينيين في تونس اليوم بدات مع انقطاع الانترنت والكهرباء وفي قطاع غزة والماء يعني حالة صعبة صحيح نحن بنتعولهم إن شاء الله يكونوا هما بالسلامة عايشين معناها عدوا على الصبر على الأمل تقريبا نقطة أمل وحيدة هي اللي ممكن تخلينا صمدين صبرين متفقلين بالله هيك تربينا وتربينا أنه يعني لازمنا نصبر ولازمنا أنه النهاية هذه نهاية نصر مهما كان خمس وسبعين سنة طبعا يعني بتعلمك الغزاوي تحديدا الفلسطيني بسفة عامة ولكن الغزاوي تحديدا تعود بالحروب تعود أنا شفت فيديو وجهتني بارشة بارشة البيرح لرجل مسن شوية هو البيت متاعه تدمر قال أنا تعبت بش بنيت الدار هذي هذي ولكن في داك يا غزة فداك يا فلسطين فداك يا آآ يا وطني معناها أنه يضحي وأنه آآ حتى الأرواح التي آآ تزاق وحتى المباني التي تكسر الغزاوي متعود على هذا يعني وقت لي صارت الضربات الأولى أو آآ السبت كان منتظر ردو دا الأفعال كنت منتظرة آآ احنا في كل حرب آآ كانت الضربة الأولى دائما تيجينا من الوجان بالصيون دائما كان هو اللي يضرب هو اللي يختال هو اللي يفتح باب النيران دائما على قطاع غزة من قصفه أو اختيالاته اللي إحدى قادة المقاومة لكن المرة هذي كانت المعادلة العكس المعادلة إنه اليوم الفلسطينيين آآ بدهم يراجع رضينا إحنا الفترة الأخيرة تم آآ العديد من المشاكل في في القدس تم العديد من الانتهاكات الكيان هذا لم يكف عن آآ أفعاله الاستطانية لم يكف عن أعماله التهجومية ضد الشعب الفلسطيني كامل آآ استفزازات متواصلة في مسجد الأقصى في في كل بلاسة معني اعتداءات على الفلسطينيات المرأة لم يعد هناك احترام لأي شيء أيضا في السنوات الأخيرة في ظل حرب الفين وواحد وعشرين وتسعيدات الأخرى قام الكيان الكيان الصيوني بتهجمات عديدة جدا اليوم آآ حتى في في الوجود اللي عيش فيه تاوي آآ 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 هجمات شرسة نتذكروا أحداث الشيخ جراح اللي ما عندي شي برشة شنو اللي سار معني آآ آآ اليوم انت بتحكي عن مجازر مجازر آآ آآ بابادي جماعية تتم في غزة اليوم بطانة نسمع كلمة انه تم قصف اليوم نحكي حزام ناري حزام ناري اليوم نحكي على مساحات كبرى تمسح أبرج سكانية آآ بالأمس آآ تم تهجير أهالي شمال قطاع غزة إلى الجنوب آآ وهم يهاجرون تم بقصف تم قصفهم تمانين شهيد آآ آآ بالأمس أيضا آآ تم تهديد مستشفى العودة آآ وايضا منذ قليل تم تهديدهم وعطاهم وعطاهم مدة ساعتين آآ آآ لإخلاق المستشفى آآ لإخلاق المستشفى آآ لأنه مجير المستشفى رفض 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 هو مطاقم الطبي لأنه ساعتين لا يكفي آآ لترحيل آآ المرضى آآ أيضا مستشفيات قطاع غزة قد اقتضت بال آآ بالمرضى آآ آآ بالأمس آآ لا أعلم آآ إن آآ رأيتم الفيديو آآ آآ الآن يتم وضع الشهداء في متلجات الآيس كريم صحيح في متلجات الآيس كريم لم تعد متلجات آآ الشهداء تكفي لعدد الشهداء التي تم إيصالهم آآ ننضيف على الذكر آآ منذ قليل قام الاحتلال الصهيوني بقصف آآ بيت آآ في شمال قطاع غزة آآ في آآني انت تحكي عن اكتر من اربع واسبعين عائلات تم مسحها من السجل المدني في قطاع غزة أكتر من اربع واسبعين آآ آآ أكتر من ثلاث آلاف آآ نازح الآن يقتنون في مدارس الانوروة في مدارس الغود آآ آآ ante تعيشين اليوم آآ آآ تحتاج الى الماء تقوم تقوم بنشر مناشات كانت على السوشيال ميديا تقول انا اه بدنا مية بدنا اكل بدنا كذا. لكن اه بالامس ايضا قام الاحتلال برفع قرار بقطع الانترنت كليا عن قطاع غزة. هدي مأساة. مأساة. لكن الحمد لله ما تمش القطع. اي لم يتم الانترنت. ايه. اليوم اليوم الاحتلال السهيوني كل ما يحول اليه هو عدم رؤية العالم الخارجي للتهجمات الشرسة الذي يقوم بها. جستما محمد شافي هل طبعنا مع هذي المشاهد هل اصبحنا المشاهد متع الابادة الجماعية اه ابراج عائلات احياء السكنية كاملة تنسف ب اه عشرات ومئات الضحايا اللي تكون موجودة فيها. هل طبعنا مع هذي صور لم تعد تؤثر فينا. اه هو في شعوبات تحركت تحركت ولكن الهجمات الغربية لازالت تعيق دلك التحركات. اليوم امريكا اوقفت كل شيء. اليوم اسرائيل او الكيان السهيوني كما نقول الكيان السهيوني هذا اه هو كيان ضعيف اصلا. هو كيان ضعيف. ان لم تلاحظين في الاربع ايامات الاولى في حدوث الحرب قام الكيان السهيوني باستغاثة من امريكا. يقوم بالاستغاثة من امريكا. القصف التي يقوم به الان هي ليست متفجرات من الكيان السهيوني. هي متفجرات. وصلت من الوصول. هي وصلت من امريكا. اليوم اه عندما قامت اه مصر بارسال المساعدات الى غزة قام الكيان السهيوني بتحذير مصر. اي. قال لهم ان وصلت المساعدات سنقوم بقصفها. اه. اليوم يريد ان يمسح اي جانب يريد ان يصل لقطع غزة. اه. اي صورة اي مساعدة سوف تصل لقطع غزة يقوم بقطعها نائيا. كل ما يريده هو الوصول للبؤرة في قطاع غزة وان يقوم بجلب رهائنه او مواطنيه التي تم اعتقالهم في اولى ساعات اه. هذه الحرب. نعم. محمد خلينا نرجع شوية نحكي على اه الوضع متعد طالب الفلسطينيين في تونس في ظل هالاحداث الاخيرة. اه. فمشي نويقص فمشي مشاكل قاعدين اه اه تمروا بها كطالب فلسطينيين في تونس. اه والله شوف احنا فلسطينيين في كل مكان الحمد لله قوة وسند لبعضنا. الحمد لله. يعني عمرنا ما انه نينقص علينا شيء زي ما نقوله. يعني القانطين في المبيد دائما يد واحدة اه مصروف واحد حتى في ظل هذه الاحدات دائما مصروف واحد. هذي حاجات علمناها من فلسطين معنا. احنا في فلسطين يعني حتى لما عبد اه انسان يطلع من داره اي واحد بفتح بب داره فبسكنوا عنده. فالحمد لله يعني احنا كنا الحمد لله مستورين ونقفوا يد واحدة مع بعضنا يعني الحمد لله رب العالمين. لقينا الدعم الدولة التونسية على الاقل. والله اه. شو لي ناقص ربما يكن فما بيش نوصلوها لمزيد اه انه تكون اه اقامة افضل تعامل افضل مع الطالب الفلسطيني في تونس. والله على على المدار اللي احنا عشناه او في ظل الاحدات هذه صراحة نلقينا دعم معنوي كبير معناها في في الاحدات. لم يتم التقصير ابدا وهذا ليس بجديد معناه من جانب التونسي او من الشعب التونسي دائما وجودهم و ومحبتهم تظهر ورجلتهم ايضا اليوم ما نشاهده في شارع الحبيب رقيبة حينما يهبط الشارع الشعب التونسي يد واحدة اليوم الهتافات ايضا تشعرنا بالمعنويات العالية. نعم. اليوم لما نسمع شعب واحد من الشعبين تحس حالك بين عائلتك يعني كي كلمك اهلي اصدقائك اهلي اصدقائك يكلموك يقولو لك احنا عائلتك تستحق حاجة تعال عنا يعني. طبع عندي بعض التعليقات على ديوانة فيم لايف علشان يوتيوب داعنا في نفس هذا الاتار انت في بلادك انت في وسط عائلتك كذا. اكيد دائما يعني في اول يوم من الاحداث نواجه لهم شكر طبعا اه ما حدي ما احد الصحافة وعلوم الاخبار عمل وقفة تضامنية معنا ووقفه معنا لدرجة انه كل يوم يعني والروع على المعهد تقف المعهد في الكور بتلاقي الناس الكل جيه تسلم عليك ايش اخبار اهلك ايش اخبار عائلتك وصلتش لمعلومة وصلت لحاجة. حتى في المبيد معناه حمدو الله رب العالمين يعني ما حسنا في التقصير هذا من الجانب التونسي ابدا. حمدو الله. عندك عائلة في في غزة ما زيلت عندي عائلة. عندك اخبار والله اه حصلت عليهم. اه تحصل هو مبارح اه حسب ما وصني انه تم احنا في الحدود الشمالية لقطاع غزة. اه تم وصول اخبار انه تم ترحيلهم من شمال قطاع غزة. اه واحنا تهجرنا مرتين. طبعا اه في في الحرب هادي. اه اه انا النقط اه على بوعد خمسمائة متر من حدود الشمالية لقطاع غزة بعيدة عن عسقلان طبعا. اه تم تهجيرنا. لكن ايضا اه بعد ذلك تم الاحتلال بنشر مناشير. اه بمغادرة الشمال قطاع غزة نحو الجانب. اه كلمت الوالد طبعا عن طريق الدولي. لكن اه قال لي احنا طلعنا. اه طلعنا الوسط قطاع غزة ثلاث ساعات ماشي على اقدام. ومشخلته. مشهد يعني ناس كاملة. ايه. مشهد ناس كاملة. ايه. تعرف شهير. فمش حتى طريقة بشي تنقلوا بها. اه. ناس ناس بتنتقل عن طريق شاحينات. اه. شاحينات اه كبرى تنقل في الناس. الى انه وصل امبرح مسعف حسب ما روى. وعسب ما رأينا في الفيديوهات. المسعف قال يا جماعة الخير ما تطلعوش من الدار. اه. وقت صاروا اليهود من شدة عنفهم يقصفوا الناس اللي بتنازح. طبع انت كيف بتقول ايه. ايه. بعد ما وجهوهم نحو الشمال مشي وضربوا الاتجاه. ايه. مش عادي. صاروا يقصفوهم هم ايضا ناس بتهاجر. ناس تبحث على السلام. اه. ناس اه اليوم انت طالع اه معاك ابنك الزغير. اه. يعني ليش تقصفو. اه. مشاهد عنيفة مشاهد. جنون جنون. ابادة جماعية. جنون. اه محمد الشافحي انتي تدرس سنة ثالثة صحافة. اليوم اه مهم وعنه الاعلان يلعب دوره كما يجب. الاختيار انك تدرس صحافة اه كان من جانب الايمان بقضيتك بقضية اه فلسطين وعنه قادر وعنك انت زيدا تساهم فيها. اه احنا زي ما بنقوله دائما لكل طالب فلسطيني في الغربة او في حتى دولة فلسطين هو السلاح مدافع عن قضيته. اه الدكتور سلاح مدافع عن قضيته. الطالب سلاح. الصحفي سلاح بعدسته. كنا مسكين سلاح من نوع بندافعه فيه مقاومين في عن قضيتنا. اليوم الصحافة هي العدسة الحقيقة الوحيدة اللي ممكن تنقل شناعة ووحشية هذا المحتل اه للخارج. اه ايضا اه بالامس رأيت اه صحيفة امريكية اه التايمز نشرت صور لاطفال فلسطينيين. وقالت هذا هذا ما يفعله الارهابيين. اه الارهابيين حماس. هذا ما يفعله. لا والاطفال هذو هما اطفال. فلسطيني. لا ما هو مش فلسطينيين. هو انسبهم لليهود. اه. قال انه هدوما اطفال من الكيان الصهيوني. اه انظر ماذا تفعل الارهابيون حماس. اه. هذي اه نوع من انواع الكذب. مغالطة. ايه بطبع. اليوم الصحافة لازم تكون اكبر دور في نشر الصحافة. الحرب اليوم حرب اعلمية بمتيل. اكيد. كما هي على الميدان زي ده كيف كيف. ما ننساش ايضا اللي هو استشهاد الصحفة اللي تم استهدافهم بشكل مباشر من اه طيران. وهذا مش نحن.